في عالم مليان تحديات السرطان بيعتبر واحد من اخطر الاعداء اللي بتهدد حياة الملايين حوالين العالم بس تخيلوا لو الحل يكون في ثورة تكنولوجية تغير كل القواعد تخيلوا روبوتات صغيرة قد الخلية تقدر توصل للخلايا السرطانية بدقة عالية جدا ومن غير ما تلمس اي خلية سليمة في الفيديو ده هناخدكم في رحلة عشان نتعرف على تكنية روبوتات النانوية واللي ممكن تكون الامل الجديد في القضاء على السرطان السرطان هو مرض شائع عالميا وبييجي في المرتبة التانية بعد امراض القلب من حيث اسباب الوفيات يقدر ان 38.5% من الاشخاص حول العالم بيتصابوا بالسرطان في مرحلة ما من حياتهم واكثر السرطانات شيوعا هو سرطان الرئى للرجال وسرطان الثادي للنساء زمان اكتشفوا اثار للسرطان في عظام المميوات المصرية واليونانية وكانوا بيعتقدوا ان المواد المصرطنة النتيجة عن حرق الخشب وغيرها من مصادر الحرارة كانت السبب في السرطان في الفترة دي بالرغم من ان السرطان ما كانش منتشر في العصور القديمة الا ان العلاجات ليت ذكرت في الادب والفن المصري وكان باستخدام الاعشاب العلاجية تخيلوا ان السرطان زي معركة بين الجسم والخلايا المصابة والمعركة دي ليها اربع مراحل وده باستخدام نظام التنم classification الت اختصار tumor ودي بتعبر عن حجم الورم الان اختصار لنودز ودي بتعبر عن انتقاله للعقد اللينفوية والم اختصار لميتاستيسايز ودي بتعبر عن انتشار السرطان لأعضاء تانية في الجسم طب ايه طرق علاج السرطان؟ العلاجات الحالية بتشمل العلاج لكل انواع السرطان زي الكيميائي والاشعاعي والجراحي والهرموني والمناعي والعلاج بالخلايا الجذعية وحوالي 60% من المرضى بيتعالجوا بالعلاج الكيميائي او الاشعاعي او الاتنين مع بعض طب هو ايه سبب ارتفاع نسبة الاصابة بالسرطان؟ ده بيرجع لكذا حاجة زي تغيرات نمط الحياة والنظام الغذائي والعوامل البيئية والهرمونات والالتهابات المزمنة العلماء بقى حاولوا يستخدموا طريقة جديدة لعلاج السرطان وكانت باستخدام النانو الروبوتات ودي عبارة عن روبوتات بحجم النانو متر بيتم حقنها في مجرى الدم وبتهاجم الخلايا السرطانية او الخلايا المصوبة وتم استخدام الطريقة دي لاستهداف الخلايا السرطانية تحديدا وتقليل الاعراض الجانبية اقترحوا تصميم نانو الروبوتات من الـ DNA علشان تستهدف الخلايا السرطانية بس والدراسات اظهرت نتيجة عالية في التعافي من السرطان وبعد الخطوة دي العلماء عملوا ادوية مخصصة للسرطان عن طريق العلاجات العشبية المعروفة بخصائصها العلاجية واكتشفوا بعد كده انها عندها خصائص مضادة للسرطان وبتزيد فعاليتها لما بتتحولوا جسامات نانوية وكمان بتتفوق على الادوية التقليدية بسبب قدرتها على استهداف الخلايا المريضة من غير ما تأثر على اي خلايا سريمة ولكن في شوية تحديات بتواجهها زي مقاومة الجسم للجسامات النانوية على اعتبرها اجسام غريبة واحتمالية بقاء الجسامات برى الخلايا او تسببها في سمية عندنا حاجة اسمها أبتميرس ودي عبارة عن سلاسة القصيرة من الـ DNA بتكون متبرمجة بشكل معين عشان تتعرف على جزيئات معينة موجودة على الخلايا المستهدفة ودي اللي بتدي النانو بوتس القدرة على انها تعرف الخلايا اللي هتستهدفها العلماء بعد كده اكتشفوا ان ممكن نستخدم تقنية طي الـ DNA عشان نصامم ريبوتات صغيرة تتفعل مع بعضها جوى الجسم واتطلع نتيجة معينة النتيجة دي بتتحكم في فتح او قفل النانو بوتس عشان يفرغوا الدواء بتاعهم في الخلايا المستهدفة الريبوتات النانوية دي متكونة من الحمض النووي وبتستخدم لحمل الأدوية لما بنحقنها في الجسم بتستهدف خلايا سرطانية معينة وبتقتلها الريبوتات دي اصغر من خلية الدم الحمراء بـ 200 مرة شكلها زي البرميل المفتوح على مستوى نانو مقسمة للنصفين نقدر نفتحهم ونقفلهم زي الصدفة النصفين دول مربوطين ببعض عن طريق مفصلات جزائية بنثبت النصفين دول باستخدام اقفال جزائية او مزالج معمولة من الحلزون المزدوج للحمد النووي جوى الريبوتات دي فيه 12 مكان لربط جزائيات الدواء وبره فيه مكانين لربط الابتميرات اللي هي عبارة عن شرائط قصيارة من النيوكلتدات بتتعرف على جزائيات معينة في الخلايا المستهدفة بنحط الدواء جوى الريبوت وندخله في مكانه باستخدام مثبتات جزائية طب ازاي بقى شغل النانو بوتس بيتم؟ ببساطة النانو بوتس بتتحكم عن طريق حاجة اسمها ودي عبارة عن بوابات منطقية ومشفرة بالحمد النووي يعني بيتم برمجتها عشان تنفذ عمليات منطقية زي اور واند ونوت الفكرة ان الديين اي بيشتغل كأنو كمبيوتر طبيعي عشان ينفذ العمليات دي وده اللي بيخلي استخدامه مثالي لتطبيقات زي النانو بوتس في سنة 2012 علماء في جامعة هارفرد حملوا النانو بوتس بأجسام مضادة مشاعة ووجهوها للخلايا السرطانية النانو بوتس قدرت تتعرف على بروتينات معينة وأفرغت حمرتها هناك وفي 2014 عملوا تجارب على صراصير عشان يشوفوا ازاي النانو بوتس بتوصل الدواء بدقة ودي كانت اول مرة يتطبق فيها شغل النانو بوتس مع طريقة شغل الكمبيوتر العلماء اكدوا ان دقة النانو بوتس في توصيل العلاج شبه اداء الكمبيوتر وده بيخلينا نستغنى عن التكنولوجيا التقليدية ونركز اكتر على العلاج الحيوي مؤخرا العلماء بانو نانو بوتس بتوصل انزيم اسمه ثرومبين والانزيم ده بيعمل على تخسر الدم في الورم وكمان بيخلي الورم يدمر نفسه التجربة دي فتحت باب كبير للأمل لان الروبوتات اثبتت انها امنة وفعالة لعلاج السرطان والعلماء حاليا بيخططوا ويبدأوا تجارب على البشر خلال الخمس سنين اللي جاية طب ايه بقى مزايا الروبوتات النانوية الميزة الاساسية فيها انها سريعة ومتينة كمان بتساعد جدا في توصيل الادوية بدقة شديدة وده بيقالل الاخطاء سواء في العمليات او العلاجات وكمان توصيل الادوية فيها بيتمب تحكم الكمبيوتر يعني العملية بتكون اسرع وادق بس زي اي تكنولوجيا جديدة الروبوتات النانوية عندها شوية عيوب اول حاجة في عيوبها ان تصميمها بيكون مكلف ومعقد شوية وكمان ممكن يساء استخدامها كاسلحة بايولوجية وده هيشكل خطر كبير على المجتمع ومما سويها كمان ان زي ما البكترية النانوية في جسمنا ممكن تسبب مشاكل كمان الروبوتات النانوية ممكن يكون لها تأثيرات خطيرة علشان كده العلماء شغالين على تقليل المخاطر دي وتطويرها بشكل امن ومع كل ده الروبوتات النانوية بتعتبر الافضل لعلاج الامراض لانها بتوصل العلاج بشكل دقيق للخلايا المستهدفة ومن غير ما تأثر على الخلايا السليمة المجورة لو التجارب دي استمرت بنجاح فيبقى النانو تكنولوجي بمثابة طفرة في الدراسات الطبية حاليا الروبوتات النانوية ممكن تعالج السرطان في حوالي شهر ومع التطوير ممكن العلاج يبقى في ايام او ساعات مهما كان المرض منتشر العلماء كمان بيتواروا الروبوتات النانوية شبه خلايا الدم الحمرة ودي بتفضل في الجسم لفترة اطول وفيه كمان روبوتات تانية زي المايكرو بايوفورس ودي عبارة عن روبوتات بتضمر المايكروبات اللي جوه الجسم ورغم ان كل ده لسه في مرحلة البحث والتطوير الا ان امكانياته ضخمة جدا ومن المتوقع في المستقبل ان العلاج الطبي هيتوسع بشكل كبير وده هيقلل من مخاطر وتكليف العلاج وكل ده بسبب التطور في مجال الموليكولر نانو تكنولوجي حاليا الروبوتات النانوية بقت قادرة تكتشف 12 نوع من الخلايا السرطانية ومع التجارب والتطوير المجال الطبي هيتغير تماما لصالح البشرية كان معاكم ايثار سيد ومودة محمد اوتالا وائل وبنشكركم على حسن استماعكم ويارب تكون مستفدت او اسقل امانو او اسقل امانو